أسلم أنت عايز تقول حالي أنا عايز أقول أن الأداء عموما أحنا تعودنا الفترة اللي فاتت ما بنشتغلش على سكيل أو على طموحات صغيرة أحنا بيجا طموحات يعني الطموحات ضخمة وكبيرة جدا سواء على مستوى توقعات المصريين فيما يتعلق بالجمهورية الجديدة واللي يعني أرسل شعار السيد الرئيس طموحات الرئيس والقادة السياسية لمصر كدولة سواء على مستوى الداخل على مستوى الإقليم على مستوى الدولي فأنت الحكومة الموجودة أعتقد أن عندنا توجهات معروفة سياسات واضحة خطوات كبيرة يعني أطعناها شوط طويل من الأداء من الإنجاز الحقيقي من مواجهة تحديات كبيرة ونجونة خلينا نقولها كده بمنتهى الصراحة مهما كان يعني مواقف الناس المختلفة لكن فيه إحساس بأن لا يعني ما تم تحقيقه يستحق أن احنا نقدر ده نسمن على ده وأن نقدر نبني على ده في ما هو قادم حكومة أزمات غير حكومة تحديات الحكومة اللي فاتت كانت حكومة أزمات حكومة أزمات ومواجهة الأزمات بشكل واقعي ومش بنتحك على الناس ولا بنسوف ولا بنأجل ولا مسكنات جهد مخيف جهد مخيف وقت رهيب قرارات صعبة وبالتالي أنت يعني دلوقتي لا لو بسيط لأرقام مثلا الاحتياطي في البنك المركزي أنت بتتكلم في أرقام غير مسبوقة صحيح لو بتتكلم في التشغيل والتوظيف أقل معدل بطالة على مستوى تاريخ مصر صحيح إيسى على ده بقى كل ما هو قادم تقدر تبني عليه وأعتقد أن تشكيل الحكومة فيه نوع من الترحيب الكبير في الشارع ويمكن على وسائل التواصل الاجتماعي في حال التفاؤل محتاجين نستثمر في ده يعني نحن نستغل فرصة أن الشائق قد كده الناس مستقبلة الأسماء اللي تم تدولها إلى حد كبير بنوع من الارتياح بنوع من التفاؤل نقدر نبني على ده مساحة مصدقية كبيرة مساحة ثقة كبيرة مرتبطة بالأداء الحكومي في الشهور الأولى للأداء وأعتقد أن الاختيارات يعني فعلاً اختيارات كفاءات وقدرات عندها رؤية ومن داخل الملفات مهماش يعني كل من هو قادم لحقيبة وزرية ليس غريب على الملف اللي بيديره صحيح صحيح ولديهم من الخبرات والرصيد ولديهم من المواقف المسبقة صحيح من القرارات وغيره ومن العمل التنفيذي وبالتالي احنا مش جابين يعني اسماء غير لا اسماء معتبرة ومحترمة محتاجة نوع من ان احنا كمواطنين كمان علينا دور ان احنا نسق في هؤلاء ندعم ندعم الحكومة اللي تنجح نجاح الحكومة في النهاية بيأتي بنتاج إيجابية لصالحك كمواطن فانت مش محتاج انك انت من اول يوم عمل ايه وك الوزراء والحكومة محتاجة نعم المطلق احنا بنتكلم في انه اه احنا بنقول اهو من اللحظة الاولى ولازلت كل هذه الاسماء فيه اطار انهم مرشحين كل حاجة هتبان مع اداء اليمين الدستورية ولكن في النهاية اللي احنا بنقوله هم هيقفوا مسئولين امام رئيس الجمهورية هيقفوا مسئولين امام مجلس النواب هيقفوا مسئولين امام 110 مليون مواطن يعني احنا بنقولش ان هو يا جماعة ده هو فيه شيك اطمضى على بيات خلاص انتم تمام واحنا حبكو وهنفضل نحبكو احنا الكل محترم على عندنا وعلى رأسنا لكن الكل امام المساءلة بس مهم اول سيد يوسف حاجة بقى عدم التربص او الترصد بس كده دي مسألة في غاية الاهمية اه ما بقاش قعب بتلكك اه يعني انا ده عمل لا ندي للناس فرصتها انها تدرس ملفات بالتأكيد هم مدركين هم مقابلين على ايه وعارفين طبعا احنا في زمن يحاسب المسؤول من مئة مليون مواطن زي ما حدك قلت غير القيادة السياسية غير المجال السنينيابية المنتخب وبالتالي الحساب عسير ومتدرج وفتجهات كتيرة فكل اي شخص اي شخص بيقبل المسؤولية الحقيقة هو عملية عملية داخل في معركة معركة وتحدي كبير جدا محتاج ان احنا يعني كمواطنين كاعلام ان احنا ندعم المسؤولة على فكرة لان ده حقه علينا علشان ينجح في النهاية نجاحه من مصلحتنا كلنا